اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 28% من هذه الشركات لديهم خطة عمل ولكنها متفرقة 28% لديهم خطة عمل كاملة وبذلك نجد أن هناك فارق كبير بين تلك الشركات التي ليس لديهم خطة عمل مقارنة بمن لديهم خطة عمل كاملة وقد نجد التناسبية في بعض الشركات لديهم خطة عمل ولكنها متفرقة وهذا يعطينا انطباع أن ما يسمى بخطة العمل هي فكرة رائدة وبدأت بعملية التصحيح لأخطاء كثير من الشركات الكبرى والنامية التي بدأت في عملية كيفية لنا أن ننظر إلى أن خطة العمل تعتبر ركيزة للنجاح ركيزة للاستقرار ركيزة لنمو ركيزة لما يسمى الاستدامة تعريف خطة الأعمال هي برنامج العمل الذي يصمم على شكل خريطة تساعد على السير في الطريق الصحيح من أجل الوصول للهدف الرئيسي بل هي وثيقة خطية تتضمن تعريفا واضحا بطبيعة العمل الذي يقوم به رائد الأعمال ومجموعة الأهداف التي ينوي تحقيقها ضمن إطار زمني محدد فنجد أن تعريف خطة الأعمال أوضح أنه يعتبر عن تصميم أوضح أنه يعتبر خريطة وهذا التصميم وهذه الخريطة توضح لنا السير في الطريق الصحيح كيف لنا أن نصل إلى الأهداف هذه الخطة الأعمال نظر لها الآخرون أو بعض العلماء الإدارة بأنها تعتبر وثيقة وهذه الوثيقة خطية بمعنى تعتبر إلزام لمن يقوم بتنفيذ الأعمال سواء كان رائد الأعمال أو من يقوم تحت إدارة هذه المنظمات لابد أن يكون عندهم كذلك معرفة بطبيعة العمل ما هي الأهداف التي لابد من تحقيقها ثم يكون هذا الأمر يعتبر كوثيقة إلزامية في عملية التنفيذ عن طريق ما يسمى خطة الأعمال لذلك أن خطة الأعمال تمر بمجموعة من المسارات خطة التسويق كيف لنا نسوق لأعمالنا ما هي الأهداف من وجود هذه الخطة وكيف هي التنفيذ أها بالشكل الصحيح كذلك ما يسمى السوق المستهدف أين سوق المستهدف في تنفيذي أو ما يسمى بتحقيق أعمالي أو ما يسمى بالمنتجات تسويق المنتجات أو تقديم الخدمات الزبائن المحتملين أين أجدهم وكيف لي أن نتعامل معهم كذلك الموازنة المطلوبة ما بين التكاليف وما بين ما يسمى عملية تحقيق الأرباح المنافسين منهم وكيف أن أعي أنني سأكون من ضمن المنافسين الأقوياء في هذه الخدمات المقدمة أو في هذه السلع التي قد أقدمها للسوق ما قوتي من ضمن مجموعة المنافسين الموجودين لدي توقعات المبيعات كم أتوقع من لدي مبيعات حتى يكون لدي انطباع أني فعلا أنا ماشي بالخط الصريح أو الخط الصحيح أو ما يسمى بالطريقة الصحيحة إدارة المشروع كيف أن أدير مشروعي عن طريق أهدافي عن طريق الخطة الاستراتيجية عن الخطة الفرعية خط سير الإنتاج إلى آخر خطة التشغيل والمنتج أو الخدمة الذي يصل في نهاية المطاف إلى حساب نقطة التعادل ما بين المستهلك وما بين المنتج وبذلك أستطيع أن أحقق خطة عمل واضحة تتسم بالوضوح تتسم بإضاحة الأهداف التي أستطيع أن أحققها في إطار زمني محدد حسب وضعية تلك الشركة ترجمة نانسي قنقر